الأغنى في العالم قضاء الزبير غربي محافظة البصر الذي تضم أراضيه كبرى الحقول النفطية وضعه الخدمي عن الكثير ما نفع أبنائه إلى التظاهر للمطالبة بحلول عاجلة ومحاسبة الشركات المتلكئة بتنفيذ مراحل مشاريع البنى التحتية وإحالة المشاريع لشركات الرصينة بعيدا عن المحسوبيات نطالب الحكومة المركزية بحالة مشروع المرحلة الأولى إلى شركة رصينة بغض النظر عن التسميات نطالب شركة رصينة عدها أعمال مماثلة تحللنا مشروع مجاري الزبير ومعظلة هو البنى التحتية هناك مشروعين مشروع المرحلة الأولى الذي أحيل فيه سنة 2013 ولحد الآن لم يكتم مشروع وتم سعب المشروع من الشركة المتلكية ومن توقع أن يحال إلى شركة رصينة خدمية ذات مواصفات جيدة هذا هو مطلب أهل الزوار اليوم قائم مقامية القضاء تلقي باللوم على وزارة البلديات مستعرضة تفاصيل التأخير وأعجوبة عدم المحاسبة من قبل الجهات المعنية لتتكرر المطالبة المحلية الرسمية بإعادة النظر بقرارات الإحالة والتنفيذ لإنقاذ القضاء مما يمر به من انهيار خدمية رغم زيارة السيد الكاظمي إلى المحافظة وعقد جلسة مجلس الوزراء يوم 15 سبعة وتم طرح هذا الموضوع في الجلسة وأتخذ قرار بحسمه من قبل اللجنة الوزارية للخدمات في بغداد برئاسة وزيرة البلديات ولكن نجد لم يحسب راجعنا عدة مرات خلال هذه الفترة وفي يوم الثاني دعا الزيرت أنا وسيد الناب الأول وسيد محافظ وزيرة البلديات وأشعرناها بهمية هذا الموضوع ولكن للأسف لم يحسب لحد الآن يشار إلى أن أهالي قضاء السبير كراروا تظاهراتهم على مدار العامين السابقين والعام الحالي دون أن يجدوا التفات حقيقية ونتائج على أرض الواقع أكثر من شركة محلية وعربية أوكلت إليها عشرات المشاريع منذ سنوات والنتيجة حتى الآن معاناة خدمية ومطالبات بالإصلاح مع التلويح بالتصعيد في صور الاحتجاج خلال الأيام المقبلة من قضاء السبير غربي البصرة أركان تقي قناة التغيير